نتكلم عن الضمان الصحي محور حديثنا لهذا اليوم لا أريد أن أعرف الحالة أعلق لي على الحالات بعدها نتحمل طاني لا يكون نتجول بالضمان هذه جزئية يمكن أن نتركها لأصحاب الاختصاص لكن للأمانة لا نخفي جهود وزارة الصحة اليوم أدنى وزارة الصحة تخلي مئات المرضى سنويا بالنسبة للحالات المعقدة التي لا يلها علاج وممكن أن يكون لها علاج داخل العراق هذه الحالة أعتقد المختصين يمكن أن يتطلعون على تقاريرها فإذا أكو إمكانية أن علاجها داخل العراق فأدنى مستشفيات أنا لدي أشكالية بألاجها وإمكانة وزارة الصحة أنا جاء أتحدث عن الضمان الصحي بالضوء الضمان الصحي يقال ما نتحدث عنه معالاة الناس ما تحدث به والد الطفلة حبر على ورق ما كم جرد شكلي أسأل دفهم لي وزارة مهمة مع كل تقدير واحترام إلى الجيش الأبيض نحن مستدلين ومن برحديث بغداد أعتقد داعم إلى وزارة الصحة لكن أكون قد لازم نوقف عندها نجي الما عنده الما عنده يتعالج والما عنده يبقى تشكيبي فقط بداية مثل ما ردتت فضل عن الموضوع الضمان الصحي الضمان الصحي نقول دائما وحتى فريقنا بالضمان الصحي نقول هو ليس مشروع ضمان الصحي مجرد تأمين وإنما هو الخطوة الأولى في إصلاح النظام الصحي في العراق طيب هذا المشروع مشروع مهم ومشروع جبار ممكن أنه رح يترك انعطافا مهمة وخطوة مهمة لمستقبل صحي ناجع في أو خلق نظام صحي متكامل يعالج مثل هذه المسائل تعرف حضرتك اليوم أغلبنا غير راضي عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة اليوم في أغلب مؤسساتنا الصحية وهذه أسباب كثيرة من المراضي؟ بما فيها وزارة الصحة غير راضي أحسنت ليش؟ أكو أسباب أكو أسباب البلد بالعقود الثلاثة الأخيرة مر بأزمات أزمات الحروب والأزمات المالية والأزمات السياسية وكل هذه الأوضاع بالتالي يعني أنت هذا كلها على سبيل المثال وحدة من الأمور الكبيرة التي تعاني منها وزارة الصحة اللي هو التمويل يعني 150 دولار تقريبا حصة الفرد من الموازنة الحكومية وهذا ما يشكل خمسة إلى ستة بالمئة أعتقد من الموازنة فهذا التالي بعد ذلك حلقة إحنا ليش نضب دائما هذا الملف آن أردر خدمة المواطن آن من أطب المستشفى وأعتقد أنت مشاهد عندما برد أوضح هذا الملف القانون تم أقرار قانون ضمان الاجتماعي بس تطبيقات ما موجودة أرد أعرف على أي أساس تم أقرار هذا القانون إذا ماكو تطبيقات أو ماكو أموال هس إذا حافظ من هيئة الإعداد وشقد الموازنة وشقد الصرف على وزارة الصحة من بدت لعد هذه اللحظة بس ما تقول لي خلات للسنوات ما عدنا